افتتع محافظ القليوبي عبد الحميد الهجان يرافقه رئيس جامعة بنها دكتور جمال سوسة موسم حصاد القمح بمزارع كلية الزراعة بمشتهر وخلال هذا الافتتاح أكد محافظ القليوبية انتظام أعمال حصاد وتوريد محصول القمح لصوامع وشوى المحافظة موضحا أنه تم حصاد 38 ألفا و440 فدان قمح حتى الآن من إجمالية المساحة المنزارعة بالقمح والتي تصل إلى 40 ألفا و841 فدانا على مستوى المحافظة من جهازية أكد رئيس جامعة بنها أهمية المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقضية الأمن الغذائية بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل وخدمة المجتمع أساتذة كلية الزراعة كان لهم دور قوي جدا في أن احنا بنعمل تجربة على الجيزة 171 احنا زرعين سلالتين سلالة اسمها ساخل 95 وسلالة اسمها جيزة 171 والاتنين الحمد لله بالعالمين بيقوموا ليه الصدق وبيقوموا التغيرات المناخية ونضرة المياه والجفاف والإنتاج بتاعهم يعتبر إنتاج مناسب للجو في المحافظات وجه بحر ترجمة نانسي قنقر